قال لي خابت وطاحت العلمانية أو العميانية الغبية هذه العميانية التي دمرت بلاد العرب ولا قيامة للعرب إلا بالإسلام الأعز وعودة شرع الإسلام الحكيم العظيم الدين الحق شرع رب العالمين هكذا قال لي فدخت وحسبتها في رأسي فقلت كيف أتحدث مع هذا التعليق أو كيف أجيب على هذا التعليق لم أجد إلا أن أقول له أنت تتحدث بشريقة صحيحة جدا شكرا جزيلا لتعليقك فأجابني فقائلا قال الظاهر أنك لا تريد مناقشتي لأنك تعلم أنك ستسحق فأنت تضاد وتخاصم دين رب العباد الذي يحارب الإسلام دين الله تعالى كأنه عنز تنطح جبل هكذا قال وحتما ستتكسر قرون ورأس العنز وأكرم الله عبدته العنز عبدته العنز هكذا قال قلت لابد أن أجيبه هذا المتحمس والمتدين الذي يرى بأنه حارسا للعقيدة وعليه الدفاع عنها وبصفته هذه أي أنه ليس بصفته صاحبة نفس خاصة وصاحبة شخصية خاصة لا بصفته حارسا للعقيدة وللجماعة التي يعني يعني امتشق الحسام المهند لكي يحارب من أجلها ويهدد كل من يتسول له نفسه الاقتراب من عرينة هذه العقيدة وصونها ومن أجل صيانتها فقلت له أنا لا أستطيع مناقشتك لسبب بسيط هو أنك لا تناقش أنت تعتقد أن كل ما تقوله صحيح تحتاج الآخر فقط لكي يقر لك بهذا وأنا وللأسف لست من هؤلاء تحياتي الحارة لك هكذا أجبت هذا الرجل وهو نموذج لعشرات بالملايين الأشخاص الذين يرون بأنهم حراسا للعقيدة وعليهم واجب وحيد وأوحد هو الحماية العقيدة هذه العقيدة وبالتالي هو لا يمتلك نفسا خاصة به إنما يمتلك نفس الجماعية التي غذيت وأصبح يشعر بأنها نفسه الحقيقية التي عليه أن يصونها ويحرص على أن لا يتعرض لها أحد من هنا هو لا يرى نفسه إلا كمرآة لجماعته أي أن الجماعة المؤمنين هي المرآة التي يرى بها نفسه وهذه النفس هي التي تعيش معه وعليه دائما أن يحافظ عليها ليس لأنها تابعة له بل لأنها تابعة للجماعة من هنا نفهم كيف يفهم المتدين أو الشعوب معموم الشعوب يعني والقديمة خاصة وليست المعاصرة وليست الطبقات المثقفة العارفة التي ترى بأن الأمر ليس بهذا الصورة وتراقب نفسها باعتبارها ظاهرة تستحق الدراسة والتأمل والتحليل وليس الإنصات والخضوع فبالتالي هو يرى بأنه هو جزء من هذا النفس وهذه النفس هي مرآة للجماعة وعليها صيانتها ودائما الحرص على أن تكون نفسا خالصة ومتطابقة تماما مع الجماعة هذا النفس بالضرورة هي متضادة مع جسده متضادة مع نفسه بالتالي هو يرحي بجسده من أجلها هذا كذا نفهم لماذا ينتحر أو يضحي بنفسه هذا الشخص لأنه لا يرى بأن هناك كائنان داخله هو يرى هناك مكونان مكون الجسد ومكون النفس بالتالي الجسد ليس هو الجزء الأساسي بالنسبة له هو موجود لكنه يخضع ويستعبده هذه النفس التي في داخله والتي هي ليست له أو هي أنها قبس فيها قبس من النور الله وهذه مسألة ممكن درسنا جميع الشعوب طلعت على جميع المؤتقدات لدى جميع الشعوب القديمة والمعاصر حتى لكلهم لديهم هذا التصور الثنائي للنفس للتينونة الإنسانية فبالتالي هو يعتقد بأن هذا النفس هي التي عليهم الدفاع عنها وهي جزء من الجماعة وأنها جزء خارجه منه ليس جزء خاص به ويشعر بأن هذه النفس دائما توانبه وعليه أن يصونها من حماية من أي شيطان من أمثاله يعني يحاول أن يدنس أو ينتهك حرمة هذه النفس الإلهية التي هي دون أن يشعر هي النفس الجماعية أو هي الغذاء الذي تغذى عليه منذ طفولته داخل هذه الجماعة وعليه أن يحرص عليها وإلا أن قطع عليه الغذاء ولم يعد يستطيع أن يستمر على قيد الحياة ليس الحياة الجسدية إنما الحياة النفسية والتي أصبحت حياة دينية خالصة أو بالمعنى حياة دين هو الدين مفهوم تسميها حياة إلهية خالصة حياة مقدسة خالصة من هنا نستطيع أن نفهم لماذا يشعر المتدين بأنه هو جزء من المجتمع لأنه هو يرى بأنه هذه النفس هي جزء وأصيل ودائم منه وهذه النفس هي تابعة وهي جزء من المجتمع الذي ينتسب إليه وبالتالي هذا الجزء هو الذي يحركه ويدفعه إلى العمل وإلى التصرف وإلى أن يحول الأفكار ويحول المواقف الفكرية والتصورات التي غذيت بها نفسه إلى واقع عملي ويحرك ذاته كلنا نعرف أن الأفكار لدى العامة كما يقال أو لدى الأموم البشر تتحول إلى أفعال حقيقية وهذا واضح عندما تنجد رجال الدين يقومون بهذا الدور العظيم والكبير والخطير دائما عبر التاريخ البشرية أنه يقف على النبوة يعني النبوة أو يعني شيء مرتفع إلى معنى الكلمة القديمة ينبو ليت الفتاة حجرا تنبو الحوادث عنه فمعنى أن هذا هو ينبو يقف على حجر عالي ويوجه الآخرين بكلامه وتصوراته وهذا الأفكار تندرج في ذهن المستمعين المتدينين المتحمسين للفعل فتتحول هذه الأفكار إلى واقع وبالتالي هذه الجماعة تتحول إلى بسرعة هائلة إلى موجة كاسحة تخترق في طريقها أو تسحق في طريقها أي شيء هنا نفهم كيف يصبح المقدس هو الذي يحركنا من الخارج أي أن المقدس في النهاية هو ليس نابعا مننا إنما نابعا من الخارج أو من الجماعة التي ننتمي إليها وهذا هو مصدر المقدس دائما المقدس لا ينبع من داخلنا إنما هو موجود من الخارج لكنه يقتن في داخلنا يعيش في داخلنا وهذا معنى حتى في الآية القرآن يقول أنه أقرب إليكم من حاب الوريد لماذا؟ لأنه منذ الطفولة يتغذى على هذه القضية وبغض النظر حتى عندما قلنا بأنه أقرب إليكم من حاب الوريد عندما كان الدين الإسلامي كدين إسلامي ليس بذلك الانتشار وهنا مجموعة من المسلمين فقط لكنها أقرب إليكم من حاب الوريد سواء كنت مسلم أو غير مسلم أي إنسان يولد ويشعر بأن المقدس أو مقدس الجماعة التي ولد ونشأ فيها دائما موجود وأقرب إليه من حاب الوريد بل هو الوريد نفسه وهذا الشيء الذي يجعلنا نشعر بأن النفس الإنسانية فيها شيء من الواقعية يعني النفس لا نستطيع أن نقول أنها شيء متخيل أو غير موجود أو وهمي لا فيها شيء من الواقعية فعلا يعني كل إنسان من عندنا يشعر بأن هناك شيء في داخله شيء إلهي وهناك من يحاوره وأن هناك قسمان منشطران داخل ذاته وأن هذا القسم الأول هو قسم الذي يصدر الأوامر والقسم الثاني هو الذي يطيع وهذا الإحساس موجود لدى جميع الشعوب تشعر دائما حتى عندما يموت الإنسان يقول لك هذا غادرته نفسه معنى أن هناك شيء داخل الإنسان وفعلا أنت أي واحد من عندنا يشعر بأن هناك جزء متطلب منه هناك بعض الآراء طبعا المعاصرة تقول بأن هناك الإنسان أبال عن عقلين أو مخين المخ القشرة الخارجية الحديث جدا وهذا في حال الصراع مع المخ الزواحف والقضية فيها تعقيدات وكلام كثير جدا ونظريات أنا الآن في معزن عن هذا الموضوع حتى لأنه هذا جانبي فقط ربما يعني مجرد أحاول أن أربط بقضية فيزيولوجية لكن اللي يعنيني هو أن أفكر كيف هذا الشخص يتحدث معي لماذا يتحدث معي بهذه الطريقة هو ليس هو الذي يتحدث في الحقيقة أن ما هو النفس التي زرعت في الداخل أو المقدس الذي وضع في داخله من قبل الجماعة التي ولد ونشأ فيها لذلك عندما يتحدث يقول مثلا لأنك تعلم أنك ستسحق فأنت تضاد وتخاصم دين رب العباد الذي يحارب الإسلام دين الله تعالى كأنك عنز تنطح جبل فهو بالنسبة لحفوله من كلام الإسلام ودين الله وتعالى والذي يحارب الكلمات دين رب العباد هاي كلها طلعوها جانبي هو بالنسبة لهنالك هاي تصورات موجودة في داخله لكي تدفعه للحركة ولا يعرف معناها ليس المهم المعنى ما معنى دين ما معنى راب ما معنى عباد ما معنى إسلام ما معنى الله هاي كلها رموز لكنها كلها رموز خاصة بجماعته بالجماعة التي ينتمي إليها فبالتالي وقد ما يتحدث بهذه اللغة هو الأهمية تكمل في أنه يعبر عن النفس التي زرعت في داخله أو أنبتت في داخله والتي أصبحت هو نفسه يعني ليس حبي الوريد إنما الوريد نفسه الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه أو هي الأكسجينة التي يتنفسه أو المثل التي جرى تلقينه عليها جماعيا أو إيمانيا أو إسلاميا أو يهوديا أو أي نحلة أو طائفة نشأة وترعرع فيها هذه هي التي تزرع بداخل الانطباعات جميع الانطباعات التي يعيشها ويشعر بها حقيقية هو تأتي من هذه المثلة التي جرى تطويرها داخله داخله وأيضاً جرى هو أيضاً كانت لديها كانت لديها الدوافع التي تطويرها بشكل طبيعي كلنا نشوف الأطفال منذ اللحظة الأولى ولادته يحاول أن يتعلم من المحيطه ويتعلم من أبوه من أمه من المحيط مالته فهو بداخلة القائن يحاول أن يطور هذه النفس التي بدأت يعني هذا الجزء الثانوي الموجود داخله والذي هو شبه واقعي وشبه حقيقي يبدأ بالصناعة هذا الوعي ويحاول أن يغذيه لأنه لا يستطيع الحياة بدونه لأنه هذا الجزء الذي يقرر هو الآمر والناهي وإلا في الجزء السلبي أو الحيواني جداً هو جزء غريزي لا يمكن أن يعيش الإنسان مع هذا الجزء الغريزي فقط ممكن الكائنات مثلاً البدائية جداً تعيش مع هذا الجزء الغريزي فقط لكن هذا الجزء دائماً أساسي وموجود الجزء اللي يتعلق بالقشرة الخارجية للإنسان هذا الجزء اللي هو النفس الحقيقية التي يشعر بها إنسان والتي شعرت بها جميع الشعوب وجميع الأمم عبر التاريخ هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي أن نحن بالنتيجة نحن كائنات مصنوعة من كائنين وكل كائن يتعارض مع الآخر وأحدهما أعلى من الآخر ويأمره ويتأمر به وهذا الكائن الذي يأمر وينهي هو الكائن الذي يمثل الجماعة أو الدين ما معنى أن الدين أن دائماً نقول الدين هو ظاهرة جماعية وليس جماعة ظاهرة دينية لأنه كيف العكس لا يجوز فإنه بالتالي تدمر فكرة النفس ولا تعود موجودة ولا يعود هناك دينة ولا إيماناً بعد الفاصل راح أتحدث عن لماذا نعتقد أن هذا النفس هي جزء من فاصل من جسدنا وجزء خاص ونوعي وأنه جزء ممكن أن ينتشر ويخرج ويذهب ويعيش به ويبقى خالداً أبداً هذا التصور راح أتحدث عنه ومصلة هذا الموضوع بيوم القيامة أو الأفكار التي تتحدث عن أن الإنسان بعد الموت النفس ستخرج من هذا الجسد وتلتحق بربها أما بعض الدين الإسلامي أعتقد أنه النفس مع الجسد تذهب وعذاب القبر وما لذلك كلها علاقة بهذا الموضوع اللي يتحدث عنه فكونوا معي كما قلت أن هذا التصور الإنسان هنا هناك نفس وهناك جسد وهذا الجسد هو منفصل عن هذا النفس وأن هذا النفس أيضاً الجسد لديه صوت وموجود ولديه غرائز وحاجات لكن النفس دائماً هي الآمرة الناهية وهي الجزء الذي الذي يتشكل ليس من خلال الفرد نفسه إنما من خلال الجماعة وهذه هي التي تطبع كل جماعة بطبيئها الخاص هنا نحاول أن مرة قلت عن نشارة مادة أعتقد بالفيسبوك أو بالفيديو ما أذكر بالضبط قلت بأن الفكرة الروح هي فكرة حديثة ويعني غير موجودة في الشعوب القديمة وأن هذه الفكرة هي بدأت أول ما بدأت عندما يعني بدأ الفصل الحقيقي بين النفس والروح وبين الجسد والروح لدى فيتاغورس خاصة وبدأت العقائد الفيتاغورس كان لديه دين أو دين الفيتاغوري عقائد غامضة جداً وسرية وحتى اختفت تفاصيلها لكنها دائماً هي بدأت فكرة من قرن السادس قبل الميلاد يعني بواكير الفلسفة اليونانية فبدأت فكرة وجود روح وهذا بعد ذلك دمت تم تهسيسها من خلال أخذت أبعادها لدى فلاطون وثم أرسطو وثم انتشرت بين جميع البشر مع عدل هنود والصين طبعاً الهند والصين عالم مختلف تماماً لا نتحدث عنه الآن وخاصة الصين الهند نوعاً ما أدها أشياء قريبة لكن هذا التصور هو الذي ولد لدينا فكرة وجود روح وجسد لكن عندما نجي الحقيقة نجد أن هذا الانفصال هو ليس متجسداً بهذه الصورة الدقيقة إنما هذا يشي بأن الفصل بين الروح والجسد أو النفس والجسد هو فصل نوعاً ما فيه شيء من المعرفة أو نشره بعض اللاهوتين وخاصة بالقرون الأول الميساهية الميلادية الأولى بسبب تأثيرات الفلسفة الأفلاطونية وأفلاطونية وغيرها وانتشار الثقافة الهلينستية وليس الهلينية الهلينية هي الأغريقية الهلينستية وتطوراتها بعد ذلك يعني أخذت أبعادها الضخمة من الفيلسوف الفيلسوف اللي راح نبالي فيه نون وأيضاً الفيلسوف الأساسي أو المسيحي أغسطين يعني واللي هو تونسي على الجزائري والذي هو أساس كبير يعني من مؤسسين اللاهوت المسيحي أو من كبار مؤسسي اللاهوت المسيحة في لدى جميع طواف المسيحي فبالتالي إن هذه الروح التي جرى خلقها لم تكن موجودة عندما نجد الآن ما زالت هناك فصل بين المستوى الشعبي نقسميه أو المستوى المعرفي المستوى الشعبي ما زال يعتقد بأن النفس غير ليست منفصلة عن الجسد وأن هذا النفس هي النفس الجماعية أو يعتقد الإنسان بأنه هو جزء من هذه الجماعة وهو جندي ليس فقط جندي إنما هو جزء لا ينفصل عن جسد الجماعة وهذا يجعله يشعر بالفخر حتى عندما ينضج خاصة الذكر يشعر بأنه هو جزء من الجماعة وأن عليه دائما لديه استعداد للتضحية من أجلها وإثبات ولائه لهذه الجماعة وهذا إحساس الأعلاقة بالنظرية التطور لأن الإنسان لم ينشأ ولم يتطور إلا بفعل تعاون مع الآخرين وبفعل تشكيل جماعات وهذا هو الذي يجعل الإنسان دائما يشعر بأنه جزء من الجماعة وأنه لا يوجد فرق بين جسده ونفسه أو يفترض يعني هو أولا يفترض الانفصال وربما أنا من أفترض هذا ربما الإنسان هو أصلا الخاصة الإنسان البسيط الذي لديه معارف ولا يتأمل ولا تخطر في بالي فكرة أن يتأمل في ذاته إنما أن يعيش الأشياء كما هي فهو نبحث عن الأسباب هو لا يبحث عن الأسباب إنما هو لا يجد سببا لأي شيء يفعله مباشرة أو لا يجد سببا مجرد يفعل الشيء مباشرة بدون أي مراجعة فهو يتصرف هكذا فبالتالي هو يعتبر نفسه هو جزء من الجماعة أو هو الجماعة نفسه وهذه الجماعة تأخذ شكلها يعني أشبه بمنظور أو منشور هذا المنشور عندما تنظر عليها من هذا الجزء تجده صغيرا لكنه بالظل الكبير هو المجتمع بأكمله وهذا الظل هو الذي يشكل شخصيته وبالتالي هو يعتبر نفسه هو كتلة واحدة مع هاي جماعة اللي هي تشكل عمقه الواسع العمير هذا التصور اللي هو اللي ولد بعد ذلك فكرة إنه النفس هي التي ستموت هي التي ستذهب التي يعني ستذهب إلى مكان بعد الموت عند السومارين تذهب إلى العالم الأسفل وقصة ديموزي وأشتار وكيف أن مات ديموزي ونزلت أشتار لأجله إلى العالم الأسفل وفدته وعاد بعد ذلك وهي نفس قصة القيامة المسيحية تقريبا وهذه الموجودة وقصة عودة المهدي المنتظر هي كلها تركيبة من هاي الأشياء وبعد ذلك تعقدت وأصبح هناك شيء اسمه يوم القيامة يوم الحساب العظيم حساب لماذا؟ هناك سؤال يعني تحولت إلى فكرة فلسفية معرفية أخلاقية لاهوتية لكن بالحقيقة هي هذه الشيء الأساسي أن الإنسان ما يشعر بوجود حاج فارق بينه وبين جسده يعني أنا اللي أرى هذا الشيء اللي بذلين أنه عندما حتى لحد الآن تشوفوا لنهنالك بعض الناس يعني ياخذ قطعة من شعره يعني تبر الجسد هو كل جسد من الجسد هو فيه قبس من هذا النفس وهذه النفس كاملة مكملة لا تقبل الخطأ وبعض الأحيان أنه السهر الأسود أو السهر الأبيض تشوفوا أنه يقل لك الناس تؤمن عموم الناس تؤمن بأنه هذا أطفر مال فلان أو أطفر فلانة تضعه تحت الباط أو الأمهات عندما يولد أولادهم يأخذون قطعة من شيء آخر ويضعوها تحت رؤوسهم وهكذا وأشياء كثيرة بهذا المجال أنا لسو خبيرة فيها ممكن للي أتم خبرة بقضايا السهرية والطقوس والأسات هاي يعني ما أعرف أنه راحت من باللات لا يحضرنا اسمها لكن هي بالنتيجة تشيب بأن الإنسان البسيط يعتقد بلا حاجزة بينه وبين نفسه وأن هذا النفس موجود في كل جزء من أجزاء جسده وأن هذا الجسد هو بحد لا هو قطعة واحدة مع مع الجماعة لكن مجرد أن يحاول أحدنا تأملها أو تفكر فيها كما يفعل الشيوخ مثلا رجال الدين أو أي شخص يحاول أن يفكر في أمر ما أو يرتقي أو يتعلم أكثر مما هو عليه سيجد سيكتشف بأن هناك فاصل بين الاثنين أن الإنسان مكون من إقنومين هذا الإقنوم هو الجسد وأن هناك نفس كبيرة ويشعر بأنها منفصلة وواضحة يعني فعلا شيء مختلف عن الجسد وحاجاته وهذا هو أصل الإيمان بعض الأجساد وعودتها بعد الموت أو ليس بعد الموت حتى أثناء الحياة يعني أثناء الحياة يقول هذا نفس فلان موجود في هذا الشيء في هذا الطعام مثلا فعند يقول هذا فيها نفس فلان وفعلا هو ناس يؤمنون بهذا الشيء ويؤسسون عليها فعل حقيقي في حياتهم في سلوكهم في تصرفاتهم في التحدي في اتخاذ قراراتهم أيضا ولهذا السبب حتى عندما جميع الملوك والقدماء تجد لديهم شخص متخصص في هذه الأمور التنجيم وما إلى ذلك معنى كلامي هذا ما هو معنى أنه فكرة القيامة هي ليس لا علاقة لها بالدين الذي تؤمن به الناس حاليا فكرة القيامة أو فكرة عودة النفس هي أصلا فكرة موجودة داخل النفس الإنسانية البدائية لكنها بدأت تأخذ أشكال أخرى على مستوى نقول يوم القيامة وأن هناك حساب وأن هناك إله بالحقيقة والإله هو هاي النفس الجماعية التي جرت صناعتها أو تصنيعها بمشاركة الفرد ذاته داخل الجماعة وأيضا مشاركة الجماعة وعملية توادلية فيما بينهم وهذه النفس دائما تشعر بأنها تنتمي لهذه الجماعة لأي سبب لا تستطيع أن تتخيل الهندي عندما مع نفسه يتصور أنه أن نفسه بعد الموت ستقف أمام يهوى مثلا أو يقف أمام المسيح أو إله رب المسيح أو مردوخ الآشوري أو الآشوري يقف يتخيل نفسه وأنه بعد الموت نفسه ستقف أمام الإله آشور وهو الذي يمثله يعني هو النفس التي يعيشها مع نفسه شوف حتى العبارة بطريقتنا حتى باللغة اللغة يعني محتالة علينا وأنه كيف تتغلغل هاي الفكرة فكرة الانفصال بين الجسد والنفس تتغلغل داخل اللغة نفسه وحتى هذا النفس هو النفس نفسه والروح يا الريح وشوف الاندماج بين الحالتين وهذا هو اللي مصدر الذي أسس فكرة القيامة فكرة القيامة هي والعالم الأسفل أيضا هي فكرة موجودة داخل الإنسان البداية كل ما جاء كل ما حصل هو أنه والإله فكرة الإله هي أيضا موجودة داخل الإنسان لأنه هاي النفس الداخلية هي الإله الخاص بإله النموذج الذي هو عليه لكنه يعاني لكي مثل الطفل دائما يحاول أن يتعلم يحاول أن يطبق ما يسمعه من قبل الجماعة الطفل دائما يشعر بأنه أخطأ في شيء ما لأنه ما زال يصنع هذه النفس التي هي بالحقيقة هي نفس الجماعة وهي مصدر الحركة له ليس هو مصدر الحركة يعني الجسد الخاص ليس هو مصدر الحركة الجماعة التي تنتمي له هي مصدر حركة الإنسان أي أن نحن نتحرك وفقا لإرادة الجماعة وكما نتصورها أو كما جرى تصويرها لنا من قبل الجماعة نفسها وعليه فأن هذا المصدر هذا المجتمع هو الجماعة هي مصدر مصدر الفئل الذي كل فئل نفعله وهي يعني لا تكتفي أن تحركنا من خارج بل هي موجودة معنا كما قلت في المقطع الأول وأيضا هي ليست مجرد تأثير يعني مو تأثر علينا من الخارج لا هي موجودة وكما قلت أنها موجودة فينا ولا تؤثر فينا تأثيرا عابرا إنما هي جزء متجسد داخلنا وفي كل أجزاء زيسدنا لهذا السبب أحيانا حتى آلاف المؤتقدات يعني واحدة من أجلت في بالي إنه عندما يرتكب شخص عمل ما من عشيرة معينة فيتهمون هذا الشخص نفسه يتهمون لا يتهمون الشخص يتهمون عشيرة هذا الشخص أو جماعة هذا الشخص باعتبار إنه هو تجسيد لتلك الجماعة وما لا علاقة يعني هو لما يفعل هذا الشيء عندما تجي معقليا تفهم إنه المسألة لا علاقة لها لكن لماذا يتصرف البشر بهذا الطريق لماذا يعاقبون شخص لا علاقة له لماذا عندما نقرأ التوراة يعني خاصة الأسفار الخمسة الأولى نجد أنه مدينة بأكملة تعاقب بهذا الطريق في القرآن الكريم سدو معامورة قوم لوط هم خمسة شخاص البقرة يعني الصفراء يعني قصص كثيرة من هذا النوع جماعة بشرية بأكملة تقتل على هذا الأساس الخلاصة اللي يريد أن يوصلها بأنه الإنسان عندما يخرج المسلم أو المتدين أو أي إنسان كان لا تفارقه كل التصورات التي جرت تغذيته عليها بإرادته وبطبيعته ومن ضمن تكوينه هذه الإرادة كل هذه التصورات حتى الشخصيات البطولية التي جرت تغذيتها عليها الصور المعارك الخلافات التعامل مع الأشياء يعني الثقافة كاملة هي تجسدت في هذا الشخص بحيث تكونت بعد ذلك هذه النفس التي أو الروح أو الذات التي يشعر بأنها مفارقة مختلفة عن عن ما هو عليه يعني يشعر أن هناك طرفان ولكنهما متحدان متخالفان متخاصمان لكنهما لا يفارقان بعضهم البعض تأتي العقائد الدينية المتطورة أو العقائد الفلسفية المتطورة والمعرفية المتطورة وتفصل بينهما بشكل واضح بحيث يقتل الإنسان بأن هناك اثنان داخله الجسد ونفس وأن هذا الجسد هو جسد فيه سيء وهو ينفذ مهمة محاصرة هذه النفس التي دائما تحاول أن تعلمه كيف يتصرف ماذا يفعل أو ما الذي لا يفعل وهكذا يعني مفهوم الحلال والحرام والحق والباطل والثنائيات كلها أو الصح والخطأ وهذا الذي يجعل دائما هناك الحق أنه لا تكون ماديا هي فكرة المادية هنا يعني الإنسان عندما يتخلى عن الفكرة أو الواجبات الأخلاقية التي يكبل بها أو يكبل بها وهو وهو مختارا وهو كائن مطوع لهذه الواجبات فبالتالي لا يصبح الإنسان بصراحة يعني لا يصبح هذا الإنسان على مستوى من الأهلية أن تصفه بأنه إنسان لكن المشكلة وين؟ المشكلة بأن هذه الواجبات يخلاقها جرى تصنيعها وتوظيفها لصالح القطيع الديني أو القطيع البشري بشكل عام وجرى توظيفها لمصالح هي موجودة مصالح الجسد المادي نفسه فهنا يعني المسألة أعتقد فيها غموض كبير يحتاج تفصيل وتفكير وتفكر أكثر مما عليه الآن ولا يعني لا شتت الموضوع لهذا الوحدة مبحث خاص ومعقد جدا يدخل فيه علوم مختلفة وأنا لستم أهلا للتوغل فيها اللي أريد أقوله بأنه هذا الهساس بالواجبات الأخلاقية والاجتماعية والجماعية والدينية هذا الهساس إن لم يوجد داخل الإنسان فمن يذي يتبقى منه معنى آخر راح يسمع الإنسان إنسان ذو البؤد الواحد كما يقول ماركوس فهذا البؤد الواحد أيضا ممكن نحيل نربطه بالرأسمالية وبالواقع المعاصر لكن هذا موضوع يحتاج أيضا تركيز لكن المهم الإنسان بدون دين وهذا دائما الدين هو حياة الإنسان وفعلا لكن ماذا نقصد بالدين نقصد هذا الشيء الذي جرى تلقين الناس الأفراد القطيع الدينية أو القطيع الجماعية أو القطيع البشري عليه فبدون هذا الشيء لا يصبح بالفعل يصبح إنسان بؤد واحد ليس بؤد جسدي والبؤد الروحي هذا ينتفي بعد ما لحده أو ما ما يحتاج يعني ذكر كروايا عظيمة جميلة هي رواية جنسية لألبيرتو مورافي اسمها أنا وهو فهو دائما هذا الهو هو هو ما أخذ فكرة فرويد فيقول الأنا والهو هو دائما هنا بينه وبين يعني عضوه الذكري فدائما هناك الصراع بينه وبين هذا العضو الذكري عند صديقة مثلا يشوف زوجة صديقة فهذا هو الذي هو عضو الذكري يمتلك عقلا ويقول له هذه أمرأة جميلة يقول له هذا لا يجوز أن هذه زوجة صديقة ويجب أن تحترم هذه الأشياء وتقف موقف حقيقي أخلاقي ضدها أخلا أنت لا تفهم شيئا هذه أمرأة جميلة لا تفكر ولا تحلل الأمور بهذه الطريقة الغبية أنت هذه أمرأة جميلة تصرف على أساس أنها جميلة ويجب أن تقوم بفعل يناسب الموقف دعك من الأخلاقيات والقيم والواجبات وما إلى ذلك فهي رواية عظيمة طبعا أنا يعني الفكرة ما لتها لكن بها تفاصيل عميقة جدا أدعو لقراءتها ولو هي قديمة أو أن ما صارت هناك تخريجة أخرى يمكن أن نفكر بها بأن هذه النفس هي المشكلة بالنفس أنه عندما نتأملها نجد النفس أيضا حالة حال البشر يعني تكبر مثلهم يعني أنت عندما تجد إنسان أصبح مسنا فبالضرورة هو أو مريضا فبالضرورة أيضا هي النفس معاه تمرض وهذا نشاهده بأنفسنا فكيف يمكن أن نفسر أن هذه النفس ستبقى خالدة إلا عندما نتصور على أنها جزء من أن هذه النفس هي النفس الخاصة بالجماعة بالصورة الكلية التي يتخيل ها الإنسان لهذه الجماعة فبالتالي هذا الإنسان عندما يمرض أو يشيخ أو يعجز وتتدهور حالته النفسية لحظه هي حالته النفسية فهي كلمة النفس أيضا موجودة حتى باللغة تساعدنا على تفسير هذا الأمور فتتدهور حالته نفسها معنى أنه هذا جزء من الجماعة تدهور حالها لكن النفس الكلية للجماعة هي باقية موجودة بل وخالدة مسألة الخلود تبقى هنا هي المسألة الحصاسة في هذا الموضوع وإستاذ أيضا يحتاج بحيث أكتر وهذا يعني يخلي أدنى يعني مسألة شيخوغة النفس أيضا لها علاقة بالزمن والثبات نتخيل أن الجماعة هي ثابتة وخالدة والله بالتالي هو خالد وهذا أيضا نترجعنا إلى فكرة الثبات الأصلية التي يجب أن يعود إليها كل إنسان فهي فكرة الثبات بالأصل أنت لا تستطيع أن تعيش بدون وجود مرجعية ثابتة لك هذا الثبات هو الذي يجعلك تتحرك وهو يمنحك القوة القوة التي تحرك من خلالها وهذه القوة لا تتولد إلا من خلال وجود لم تجدها داخل نفسك فتجدها داخل الجماعة وبما أن الإنسان يولد داخل الجماعة فبالتالي ويحتاج نفس القوة النفس التي تمنحها له الجماعة وهذه النفس هي حالة الثبات التي ستتشكل أو تتفق عليها الجماعة وتتطور من خلالها يعني مسألة معقدة فيها نوع من التداخل لكن نحتاج شويا الواحد يتأمل ويحاول أن يفك بعض التداخلات في هذه الأفكار التي أنا أطرحها الآن وأرى فيها بعض الأمور التي تحتاج المراجعة والتدقيق هنا أيضا راح تشكل أدنى إشكالية أخرى وهي السبب صراعات داخل الجماعة نفسها إشكالية أن هناك نفس ضعيفة هناك نفس مريضة هناك نفس كذا لكن النفس الكلية باقي موجودة فدائما هناك حاجة لتثبيت هذه النفس الكلية حتى تلعب بها وهذا اللي يولد صراعات داخل الجماعات يقول لك لا هذه النفس الكلية هي هكذا وليس هكذا يصير الصلافات فالثابت هو ثابت فعلا لكن كل واحد يفهم الثابت بطريقته وهنا تدخل الطبيعة تلعب لعبتها الطبيعة وأن المتغيرات يجب أن تكون هناك متغيرات أن هذه النفس التي تتخيل أنها هي التي تصدر لك الأوامر والنواهب الحقيقة هي أيضا في داخلها إشكال كبير وهذه النفس هي نفس الجماعة لكن هي جماعة تحاول أن تتماسك وتخلق هذا النفس وتسميها إله تسميها طوطن تسميها معبود تسميها يعني تضحى في صنم تضحى في فكرة يهوى في اسم في أي شيء بالعلم أيضا أي عقيدة أي فكرة كلية هي بالطريقة أو بخرى فيها وجهها الفردي الشخصي وفيها وجهها الجماعي القطيعي أو الديني بالمعنى الشاع يعني الدين هو هذا معناه وهذا يحيينا إلى فكرة الخلوط للجماعة يعني عندما تخلط النفس للإنسان فعندما تجد المؤمن مثلا المسلم يقولك أنت تكون مسلم كامل فبالحقيقة يعني الجماعة هي التي تخلط هو عندما يذهب إلى الآخرة أو إلى يوم الحساب هو يذهب إلى أين يذهب عندما تمريره ونجاحه في هذه المهمة هو نجحه في أن يطبق فكرة الجماعة أو النفس الجماعية في ذاته فهم ماذا يمتحنون لا يمتحنون هذا الجسد باعتباره جسدا منفردا إنما باعتباره يمتلك نفسا هذه النفس يفحصونها هل يتتطابق مع النص أو التكست أو الثابت الذي اتفقت عليه الجماعة وهذا الثابت الخالد الذي تحدثت عنه هذا الثابت الخالد يتحول إلى صنم أو إلى أو نص تكست أي شيء وما دام هو تكست كلها تصدر من هذا ما كانت العلاقات الموجودة اللي نسميها دمار أو نسميها مخ فهذا العقل أو العقل هو ماكنة علاقات تخرق علاقات متداخلة فهذا يشوفون هل هي متطابقة مع العقل الذي تم تمت صناعته من خلال الجماعة أم لا فهو وبالتالي لا الإنسان عندما يموت وإذا بين الآخرة لا إذا بالصفة هو إنما بالصفة هي هم أو النحنوية النحنو هذا النفس النحنوية وليسه النفس الذاتية الشخصية بالعصر الحديث عندما تطور إنسان الآن بدأ يفهم بأنه لا ينمي النفس النحنوية واجب الأساس أن يتخلص من النفس النحنوية لأنها تدمر جسده وتفصله وتشطره لشطرين هذا موضوع يحتاج لبحث آخر وحلقة مفصلة بعد الفاصلة هتحدث عن الفرق بين النفس أو الفكرة النفسية والفكرة الشخصية والفرق بين الذات والموضوع وما إلى ذلك هذه التفاصيل كلها بعد الفاصل وأحاول أن أختصر الموضوع وأتمنى أن تبقوا معي أنا آسف لأنني أطلت كثيرا للتفريق بين النفس والشخصية هذه مسألة مهمة جدا نعتبرها لكن حتى نكحل الموضوع بطريقة نوعا ما فيها مرجعية هناك توصيف أساسي يقول بأن الذات هي صورة الفرد أمام نفسه أو إدراك الفرد لنفسه ولذاته ومعرفته بها أما الشخصية فهي صورة الفرد أمام الآخرين أو إدراك الآخرين لصورة الفرد وسماته المميزة له هناك أيضا إذا رجعنا للتاريخ لابن تيمية طبعا لازم ننزل للملعب يعني ونشوف يقول يعني فالنفس عندها بالنسبة له هي الروح المدبرة للجسم وهذه الروح المدبرة هي نفس الفكرة التي تحدثت فهذا يأكد كلامي في القسم الأول والثاني أما الفرق وفقا يعني عندما طلعت على الإنترنت والأشياء الأساسية الرائجة في المعاني والفروقات بين هذه القضايا كلها المصلاحات المفاهم كلها بين الروح والنفس والذات فعندما نقول النفس يعني كثير نعرف أنه نطلق على كثير من الأمور لكن بحقيقة قلما نفط لمعناها وهذا اللي التصورات عنها وأيضا تصورات من التاريخ من التصورات وهذا النفس التي لدينا كما قلت أحيانا أنه موجودة في كل جزء من جسد واجهوا المفكير من الفلسفة شطروها على روح والجسد وهذان يتصارعان فيما بينهما لكن بالحقيقة هذا الصراع في رأيي هو الصراع العلاقة بالمفكرين والرجال الدين هم بالجسد أما الروح فهي عندما تفارق الجسد هنا يعني هي أفكار ومخترحات لكن هي رجراجة جدا هذه المفاهم ومصطلحات لكن لأن هي اللغة هكذا لأن هي أصلا الكلمة والمصطلح والمفهوم أصلا ومخترح فعندما نجي رؤيتها للواقع والتاريخ والبيئة التي يحاولها وبعد ذلك تضحها في صيغة نص على جميعا ينخرطونها تحته لكن بالأسطور القديمة أو السابقة على الأديان التوحيدية والأديان المتقدمة أو الفنفوشية المتطورة أو العقائد المتطورة كانت سابقة العملية ليست منفصلة بهذه الطريقة وجرت هذه العملية بهدف قصدي لكي تتطور الجماعة البشرية وتتحول من مستوى البدائي التلقائي الفطري إلى المستوى المصنوع أو الذي يقولب الذات والإنسان ضمن الجماعة بطريقة محددة فلابد بعد ذلك أن يفصل بين الجسد وما يسمى الجسد وما يسمى الروح طبعا الجسد أني سأفعل حلقة خاصة عن هذا عن فكرة الجسد بالمنظور الفلسفي وهذه إرادة لها حلقة أعتقد ستكون مهمة وفيها أشياء يعني أأمل بأنها تكون تمنح رؤية جديدة لموضوعات الجسد والسؤال كيف تتكون الشخصية هنا هذا حتى نعرف من أين كيف تتكون شخصية الإنسان هذا يحيلنا إلى أنه هذا الإنسان أعتقد يتكون أو تتكون شخصية الإنسان من عاملين وليس من عامل واحد أو من مؤثرين أساسيا المؤثر الأول هو مؤثر الجماعة أنت موجود داخل هذه الجماعة وأنت لا تتشكل شخصيتك من داخل شخصيتك إلا بفئة غير شخصية ونحظوا هذه المسألة المهمة جدا فهذا الفئة غير شخصية أنت موجود داخل جماعة فتتلقى من الجماعة كل ما عارفك وكل ما يميزك حتى أو الظهر أنت ذات هذه الذات أو الشخصية هذه الشخصية لا تتكون إلا بفعل قضيتين الأولى أنه لا علاقة لها بالشخصية إنها تأتي من طرف غير شخصي وهو طرف الجماعة هذه الجماعة تغذيك تسقي أنت الآن موجود هذا جسدك هنا تأتي المؤثرات الجماعة وكل رثها الثقافي والمعرفي ووجهة نظرها بالعالم والحياة أو دينها بكلمة واحدة تغذيك بالدينها الخاص يدخل هذا الدين الخاص فيك ولكن أنت التفاعل بين هذا الدين الخاص بك وطبيعة جسدك لأن لا يوجد جسد يشبه الجسد الآخر مستحيل فبالتالي لابد أن ينتج عن هذا التفاعل شيء شخصي والمشكلة هو أنه أنت يصير هنا يتولد الصراع أنه عندما أنت تنظر أنت موجود داخل الجماعة يعني داخل بيئة الجماعة التي تعيش فيها أنت الآن هذا جسدك آت الدين الجماعة ودخل فيك يعني كلمة الدين معنى العام وليس معنى الخاص دين معين يأتي يأتي هذا الدين يدخل فيتفاعل مع هذا الجسد وحاجاته وظروفه وكل مشاعر يعني طبيعته الخاصة البيولوجيا فيتشكل معه وتفاعل هذا الجسد مع المحيط الفيزيائي لكن هذا التفاعل رح يأدي إلى مشكلة مركبة بأنه ينتج شيء مختلف عن المحيط أو البيئة الثقافية أو الدينية التي نشأت فيها هذا يؤدي إلى أن هذا الجسد يمتلك رؤية خاصة به داخل الجماعة نفسها وهذه الجماعة هي الدين أو الإرث الجماعي الذي دخل داخل هذه الذات لكنه لن يعود نفسه مهما حاوله وهذا يشكل صراع داخلي رح تحدث عننا بعد شوي طبعا هنا نصير أدنى اثنين كما قلت هذه الشخصية والنفس النفس هي هذه الجماعة الكلية وهذه النفس هي تتفاعل مع الجسد المنفرد تتشكل الشخصية وهذه الشخصية تحاول أن تعود إلى النفس الكلية التي هي نفس الجماعة أو دين الجماعة تحاول أن تطبق دين الجماعة هذا واجبها الأكبر وهدفها في وجودها بأكبر تطبق صورة العالم التي تمنحه نفس الجماعة أو دين الجماعة أو عالم الأفكار والمشاعر والاستجابات والأفعال التي تقوم بها الجماعة ككل أو الموروث الجماعة ككل موروثها التقافي والمعرفي والخبراتي ميزة النفس والشخصية أنه لا تستطيع تستغني عن شخصيتك وتبقى تثبيت هناك تثبيت مزواج تثبيت للجماعة وتثبيت للذات نفسه لأنه دائما لا بد لكل كان حي من عامل من نقطة تثبيتية ينطلق من خلالها فهو النقطة التثبيتية الأساسية بنسبة لها نفس الجماعة أو النفس التي أو البيئة الثقافية التي ولد فيها أو الدين الذي ولد عليه والتعامل التثبيت الثاني هو الشخصية التي تتولد من نتيجة التفاعل بينه وبين هذا الدين الذي ولد عليه أو ولد ونشأ عليه هنا يصير صراع بين عمليتي تثبيت ويصير أشبه بالسالب والموجب المناطيسي أنه أنت لا تستطيع أن تتخلى عن هذا يعني اثنين هم مساويين في القوة فالظل هذا الصراع المشترك بين الاثنين بين النفس والذات والشخصية والذات هذا موضوع آخر لأنه مصطلحات مو بالضرورة موجودة ذات يعني هي مصطلحات ومفاهيم بس المهم هذا هناك فرق بين النفس والشخصية النفس ليست هي الكلية إنما النفس هي الصورة الكلية الصورة يجب أن تعود إلى يوم الحساب لأنه الهدف هو ليس أن تكون شخصية أن تتكون شخصيتك الهدف الهدف البيولوجي أو هدف الكائن وهو هدف الدين نفسه طبعا أو بعبارة مشهور أنه عدم التغريد خارج القطيع أو الآن دائما نقول أن الدين هو القطيع وهو الجماعة وهو يعني كل هذه المسميات هي هي ممكن تسميتها بالنفس أو نفس الكلية التي يجب أن ينضوي تحتها أو التي يجب أن تنسحق الشخصية الإنسان المنفرد تحتها لكي ماذا لكي تصبح ليس أقرب إليه من حبل الوريد بل الوريد نفسه وهو الوريد هو الجماعة نفسه وبالعكس الدين الإسلامي متساهل عندما يقول الله أقرب إليه من حبل الوريد لكن يعني يقصد أنه يصبح الوريد نفسه وهذا هو تجلي الدين الكامل أو الحلم الأقصى للجماعة البشرية أو القطيع البشرية الذي يرفض دائما جميع المجتمعات حتى الدول الحديث المعاصرة العلمانية غيرها ترفض أي خروج على القطيع أو أي تغريد خارج القطيع وحتى العلمانية الفرق أنه تضبط نوعية التغريد لك حق أن تغرد لكن تغرد ضمن الإطار محدود ما قبل العلمانية أو ما قبل الحداثة كان التغريد لجب أن يكون متطابقا مئة بالمئة وإلا فهو أنت كافر وزنديق وابين ستين زنديق وفيك نفس شريرة من نفوس أخرى شوف القضية فيك يعني فيك مس شيطاني هذا المس شيطاني ولا ينتسب إلى هذا النفس التي يجب أن تتقيد بها هذا المس وليس ولا يشكل شخصيتك بالنسب لاحظوا هذه المسألة المهمة يجب أن تتبع لها الدين لا يرى بأنك يعني عندك مشكلة بالتطابق بين شخصيتك التي تولدت نتيجة هذا تساقط النفس الجمعة عليك لا يأتر بوجود جسد طبيعي لديك لكن هذا لا يفكر بوجود شخصية يفكر بوجود نفس أخرى خارج نفس الجماعة أو دين الجماعة دين والنفس هي كلمة واحدة والله هي كلها مربع متقابل مع بعض يعني أشكال مختلفة لنفس الجوهر الجوهر والعرض على طريقة أرسطو لكن هذا الوجوه الأربعة هي نفس هنالك هنالك وجه آخر أنت جرى تشويه نفسك الموجودة داخلك هذه اللي يقبس من النور الإلهي هذا يجب أن تحافظ عليها وهنالك نفس أخرى اخترقتك وكوّنتك بما أنت عليه وهذا يعدي بالنتجة تثبت بأن هناك نفس شريرة أخرى داخلك هذا معناها خيانة وبالتالي تستحق الطرد أو النفي أو التهجير أو القتل أو التصفي بطريقة أو بأخرى وحتى موجودة عدة الحيوانات بالمناسبة يعني عدة القروض تشوف بعضها يقتلون بعض الأفراد بشكل غامض وبعض الحيوانات دائما الأسود تجد شخص تجد ليس شخص شخص تلقائيا طلعت من عندي لكن هو فعلا تجد أسد خارج على النفس الأسدية أو القطيع الأسدي أو المستأسد فتجد أن هناك واحد من أفراد القطيع مختلف ويمتلك نفسا مختلفة عن النفس التي تحالف وانصهر ضمنها جميع صالة ضمنها جميع الأسود وبعد الفاصل رح تحدث عن فكرة الشخصية وأشكالها المختلفة التي عبر عنها كل من الفيلسوف لايبينتس أو لايبينتس بالألمانية وأيضا إيمانويل كانت وغيرهم من الفلاسفة كما قلت أن الطرفاء الشخصية أن الإنسان لديه جانب الجانبان الجانب الشخص الذي هو نتيجة التفائل مع محيطة ومحيطة أو دينة التفائل مع دينة بالمعنى الدين الذي أقصده ونتيجة أيضا لتفائل هذا الدين مع جسده باعتباره هو الموضع المنفرد الذي تسقط عليه مؤثرات وتأثيرات هذا الدين ونتيجة التفاعل لكن المؤثرات هذا الدين هي التي تخلق ما يسمى النفس الجزئية ولكن النفس الكلي هي الدين بأكمله هذه الصورة ممكن أن نقدر نشبهها بالصورة التي ابتكرها الفيلسوف لايفينز عبر فكرة المونادة والمونادة هي فكرة أنه كل شيء موجود هو عبار عن جواهر بسيطة هذه جواهر هي متوحدة وكلمة الموناد الهيونانية معناها الوحدة فهذه جواهر بسيطة لا تقبل القسام ولا تقبل الانتداد وهي الذرات الحقيقية المكونة للكون بأكمله وموناد المونادات هو بمعنى ما هو الإله نفسه طبعا الموناد أصلا فكرة أطلقها فلاطون على المثال على إيديال وأيضا بعد ذلك أجوهر مسيحيين يعني يتحدثوا عن أنه جواهر روحية مكونة للكون كل هاي ترجع لها المفهوم يعني علاقة بين الشخصية والدين أو النفس عموما هو يدل الموناد هو على المكون الأساسي للوجود وطبعا تفاسير كثيرة حول موضوع الموناد اللي تعتمد على كل واحد كل فلسوف وكل مذهب ووشة نظارة مثلا تروح على فيتاغورس فيتاغورس يعتبر أنه وحد رياضية ويعتبر بأن الموناد هو أساس العالم وهي فكرة أصل العالم اللي بدأت بطاليس وهي بداية فكرة لحظة وجود شيء أو ما يسمى فلسفة بدأت من لحظة التساؤل عن أصل العالم وهو هذه اللحظة التي خرج فيها الإنسان من روحية الدين أو الانتماء إلى القطيع أو الانتماء إلى الدين وإحساس بالجماعة هنا بدأت هذا التساؤل بدأت منه تتشكل معالم الشخصية عندما فطن الإنسان إلى أنه وجود شيء اسمه داخل وذات وخصوصية وما إلى ذلك وأنه وجود عالم هذا العالم لديه مصدر أساسي وأصل لهذا العالم وما إلى ذلك طبعا كثيرون برونو مثلا اللي حرقت الكنيسة اللي هو صاحب فكرة العوالم المتعددة قال يعتبر الموناد هو المصدر الوحيد للوجود وشاف بأنه الأضعات هي موجودة بالفينيتي والإنفينيتي والزوجي والفردي لايفينس هو اللي يعني كان السبب في شيء فكرة الموناد وقال بأنه هذا الموناد هو ممكن نطلق على كل جوهر من الجواهر البسيطة اللي يتكون منها العالم ويرى بأن هذه جواهر روحية مليانة فيها إدراك ودائما تنزول لتتحرك بنفسها ولديها وتتغير من باطنها يعني فلسفة لايفينس أساسا هي مفهوم أساسي بهذا وهنا كتب تتحدث عنها الموضوع وتعرف ها بطريقة بطرق مختلفة لكن عموما يعني تعريفها باختصار جوهر مغلق وبسيط زدا وغير قابل للتغيير وهو يمثل روح الإنسان أو روح العقلية للإنسان طبعا بالنسبة الفلاسفة الماديين أخذوها على أن المونادات هي جواهر جواهر مادية لكن أتوا الفلاسفة المثاليين وقالوا لا هي أو لهوتين تبروها جواهر روحية وأن هذه الضرات الروحية أو المونادات الروحية هي أساس العالم الطبيعي وأن هذا العالم والوجود المادي هو مجرد تجمع للمونادات ويعني ما يدخل في هذه التفاصيل المعاقدة لكن فكرة التي أريد أن أشير لها بأن فكرة الشخصية هي فكرة بطريقة ما حسب لايبين أو بتصوري هي تكمن فيها جوهر شخصية كل فرد وهذا الشخصية هي متفردة ولا يمكن تكرارها وهذا الجزء الذي يمثل اللاشخصي داخل الشخصية لكن عند لايبين عندما تقول الموناد هو الموناد هذا الذي الجزء الأساسي أو المتميز لشخصية الإنسان أو هو ما يسمى جوهر الفرد بمعنى الفلسفة لكن بالمعنى الموناد لايبين يقول بأن هذه الشخصية تتطابق مع كل الشخصيات الأخرى بما يشكل هذا العالم بأكمله أو هذا الموناد كل شخصية إنعكاس للعالم الروحي أو المادي أو لا يقول البنز الروحي ومادي لكن إن إنعكاس لهذا العالم بأكمله وكل شخصية إنعكاس للموناد المونادات الكلية وكما قلت هي النفس فكرة الدين ترجع كلها فكرة القطيع الديني القطيع أو الدين حتى هذه التصورات التي تحدث عنها كلها تقع ضمن هذه الدائرة وتتشكل على أشكال أديان على أشكال معتقدات على أشكال فلسفات على مذاهب على مونادات يعني ماديات مثاليات لكن بالحقيقة هي أصلها كل هذا وعدما نحص ربما لا نجد شي لكن مجرد قضايا وتصورات خاصة بالإنسان نفسه لكن هو يحاول أن يفهم كما قلت أنه الدماء هو آلة لتشكيل الألاقات وضمن هذه الفلسفات والمذاهب التي نحن عليها هي أيضا عبارة عن نتيجة من نتاج هذه الألاقات أو الأصبونات يعني يعني كما نعرف الأصبونات العصبية هي بينات ملايين الروابط العصبية بين عصبون وآخر فكلها هي لتشكل ما يسمى الإنسان وما تسمح له بأنه تطور ويفكر ويصطنع فلسفات وينشر فيديووات مثل هذا الفيديو وأيضا يعني مثلا اعتبرنا مونات بالنسبة للايبينس كأنما ممكن نقول مونات أو شخصية من شخصية هذا المونات هو جزء نكاس للمونات الكلي أو الروح أو النفس أو الدين بالمعنى الذي تحدثت عنه في هذه الحلقة وأيضا هذا هو يمثل وجهة نظر لهذا الإنسان لأنه كما قلت هو متكون من شيئين الشخصية والنفس النفس هي تمثل الدين تمثل الله تمثل القطيع الديني وطبعا القطيع الديني إلى تاريخ الخاص وعلاقات الخاصة لكنه التشكل يعني الدين الإسلامي هو حصيلة ما سبقه من علاقات والمسيحية وأي منظومة حصيلة ما سبقها لكنها بعد ذلك تشكل ذات جديدة أو موناد المونادات الجديد وهذا الموناد نسميه نفس وهي النفس التي تسقط على كل فرد من هذه الأفراد تشكل بالتالي الشخصية وهي الشخصية تتكون من جزئين جزء لا شخصي وجزء شخصي وهذا الجزء الشخصي حتى هذا الناتج هو أصلا أن أكاس للموناد الكلية الآن نتحدث عن وشة نظر كانت في الموضوع أو الزاوية التي ينظر فيها هذه التنائية إيمانويل كانت ماذا يرى كانت؟ يرى كانت بأن حجر الزاوية بالموضوع هو أو موضوعة الشخصية هي الإرادة والإرادة هي القدرة على الفعل بموجب العقل أما العقل النفسي فهو يعني هو أكثر شيء لا شخصي فينا بنوشة نظر أو وفقا لفلسفة إيمانويل كانت يقول بأنه أو يرى بأنه هذا العقل الذي يمتلكه الإنسان وليس عقلي عنه إنما هو العقل البشري عموما أو هو قدرة الذهن البشري على أن يرتقي على فرديته أو على نفسه لكي يعني يكون ضمن أو لكي يفكر بالصورة الشمولية وهذا الهدف من وجود الذات أو الإنسان يعني هذا بتعبير وليس بتعبير إيمانويل كان لكنه يرى هذا أنه العقل هو ليس عقلي أنا والعقل البشري بيكمل هو نفس التصور يعني شوف الفلاسفة والمفكرين والرجال الدين الكبار دائما يدورون يدورون ويعودون إلى فكرة القطيع والدين والثابت ويحاول دائما فتجدهم دائما الثابت يأخذهم وتتغير الكلمات والمصطلحات والأفكار وترجع هي بطريقة نفسها وأنا أيضا من الناس أيضا فكرة الثابت هي أيضا أنا منقاد لهذه الإرادة يعني أنا ضمن العملية لا أنتخذ لكن كل ما لدي أنه حاول أن أشير إلى هذا الميل الذي مثل الشخص يعني يحمل قيوده معه فلا يستطيع إلا أن يعبر عن هذه القيود معه أو هذه الثوابت التي لا يستطيع يعني حتى عندما تخرج على الثابت أو على شخصيتك فأنت تحتاج إلى تثبيت آخر يعني الخروج على ثابت هو أيضا فعل ثابت لأنه لا تستطيع لأنه غياب الثابت هو غيابك أنت تماما غياب المعنى أو غياب غياب أي قدرة على تشكيل أي قضية هذا معنى ووفقا نوجد نظر إيمانويل كانت أنه ما يجعل منك شخصية شخصا هو كيفية اختلاطك مع شخصية الآخرين أو البشر الآخرين وتحديدا هذا الذي يجعل من كل البناء إنسانا يمتلك شخصية أي أن الآخر هو الوجه الآخر لك وهذا يحتم يعني يسوي شكلين عندك النحنوية اللي هي النفس أو القطيع الديني أو الأنوية الأنوية نفسها اللي أسميها هي تتشكل من هاي الشخصية وتتشكل من النفس النفس والشخص الشخصية تتشكل الأنوية الأنوية هي جزء منها شخصي وجزء من الشخصي أيضا جزء لا شخصي وحتى معاقة الموضوع عليكم يعني أحاول أن أبسط طيب ما أطفل بعد أعمق بهذا الموضوع اللي سعيدني على هذا الموضوع إنه عندما ندقق في كلام أو عندما نقرأ فلسفة كان جيدا نفظن إلى أنه لا ينظر إلى الأحاسيس الإنسان وإلى جسد الإنسان أو بكل ما يتفرد به الإنسان إلا بوصفه خصم للشخصية أو شيء يحارب الشخصية وأنا أعتقد هذا وجهة النظر أني أتراض عليها يقول أنه بالأكس هي الشخصية مكون مختلط وليست الأحاسيس وجسد إلا وجود الأحاسيس الإنسان المتميزة ووجود هذا الجسد المتميز هو الذي يصنع الشخصية وبينما كانت لا يقول أنه الموضوع هذه الأحاسيس وجسد هو المضاد النوعي لتكون الشخصية وليش لأن كما قلت هو يعتبر العقل وعقل الإنسان هو جزء من العقل الكلي وهي نرجع به نفس فكرة فلاطون كأنما المثالية ويرجعنا أيضا إلى فكرة النفس يعني عندما نلاحظ الشعوب بأكمل تعتبر النفس ليس شيئا فرديا إنما نفس كلية وهي النفس أنه الريح حتى ما تقول هذا النفس أو النفس النفس هذا هو جزء من نفس كلية الروح الكلية واللي هي روح الجماعة هذه روح الجماعة التي خالدة التي لا تموت والتي لا تفنى والتي والإنسان نفس لا يفنى جسده وهذا النفس وهذا دائما نلاحظ جميع الشعوب نجد لديها هذا التصور بأن النفس ليست مسألة فردية وليست نفس إنسانية أو أن هذا إنسان لديه نفس حتى عندما تغيم نفسه هو موجود وشوف الصورة الآن الموجودة أن كيف الإنسان جسده والنفس تطلع من إته أي أن الإنسان عندما يموت في الحقيقة ولا يموت الذي يموت هو جزء الجسدي وهو جزء الذي يوفر شخصية الإنسان والذي كان يجب أن لا يتوهم الإنسان ويظن بأن هناك فصل بين النفس والجسد بالحقيقة هو لا يمتلك صفته إلا بصف هذا الجسد لكن الحاجة الإنسانية الموروثة عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنين للتجمع دائما تحاول يعني تميل إلى خلق شيء اسم النفس الكلية وهذه النفس متوزعة بين الأشخاص ولكن الطبيعة لها إرادتها لأنه لا يمكن أن يتشكل أو يولد جسد مشابه تماما للأساد الأخرى حتى التوائم لا يمكن أن تتشابه وبفعل بفعل القسام الكروموسومات لا بد أن يكون هناك جسد مختلف عن جسد آخر هذا هو اللي يكون الشخصية وضمن هذه الشخصية كما قلت هو جزء من النفس الكلية اللي يراها القطيع لا يدرك أنه هو يشعر بوجوز شخصية مختلفة لديه أو جسد وحاجات غريزية لكنه في الوقت نفسه يظن بأن هذا شيء سيء أو يؤمن بأنه شيء سيء لأنه لم يؤمن لا يستطيع الحياة لا يستطيع البقاء داخل الجماعة لا يجب أن يؤمن وإلا سيفنع هذا الصراع بين التكوين الفردي والارتباط الجمعي هو الصراع الكبير بين الفرد والدين أو الفرد الشخصية والنفس أو المناد الجزئي والمناد الكل إن صح التسمي ويعبر عن هذا أنه دائما تجد لديك دائما أو هناك شيء لا يعتمد على قواك الحيوي لا يعتمد على غذائك الطبيعي لا يعتمد على الأكل ولا على قضية المشاعر إنما هناك دائما شيء خارجي غير ليس خاصا بك هناك شيء لا يعتمد أعتماد مباشر على العوامل العضوية أو البيولوجية أو الفيزيولوجية لا يعتمد دائما على ما يمثل المجتمع في داخلنا أو دواخلنا فهي كلها من أين تأتي تأتي كلها يحفرها داخل إنسان الدين أو كل شيء نتعلمه من خلال محيطنا ونغذيه في أذهاننا وطبعا العمليات العقلية التي تجري من خلال هذه الأفكار والتغذية الفيدباك أو يعني الأدية أو ليس الفيدباك الأشياء التي نولد ونجدها حولنا وهذه المعتقدات هي التي تشكل بالتالي شخصيتنا والمتفائلة مع جسدنا المنفرد أيضا الجسد هو به مشترك مع الآخرين وضمن العقل كما يقول كانت أن العقل هو منتسب للعقل البشري ككل كما نعرف كانت يعتبر أن هناك مقولات أساسية موجودة جميع الأقول مثل الهاردوير الذي تعمل أو الهاردوير الذي تعمل فيه جميع العقول البشرية بطريقة واحدة لكن هناك السوفتويرات تختلف كل دين لديه سوفتوير خاص لكن لا يعمل إلا بالهاردوير نفسه وهو موجود لدى جميع البشر هذا الهاردوير هو نفسه لا يختلف إلا باختلافات بسيطة أو يعني ليس اختلافات كمية وليست نوعية لأن المقولات مالتأساسية لا تتغير أو بالمصطلح الإنجليزي المقولات الكاتيجوري وأختم وأقول هناك أيضا مفارقة أخرى بأنه عندما تكون شخصية لا يعني أنك تكون أكثر حساسية بالأكس ما تشترك به مع الآخرين هو هاي الفردانية الفردانية التي يعني دائما نقول الفرد هو ليس خارج على القطيع بل هو واحدة من وهدات القطيع والتي هي تمثلها النفس القطيع كلية لكن الفرد لا بضي ليس بالضرورة هو الشخص هذا شيء مختلف تماما وبالضرورة أنه عندما تمتلك شخصية وهذا نتيجة التلاقع بينه معتقدات النفس أو الدين الذي يتساقط على جسدك يتتكون الشخصية الشخصية بالتالي لا علاقة لها بالحواس إنما تتغذى بالأفكار والتأمل الخاص في الذات والعالم من حولك أي أن الشخصية لا علاقة لها بالشهوات وكما يدعي الدين أو تدعي المؤتقدات السائدة أو العقائد دائما أن النفس أمارها بالسوء وهي لا يقصد بها النفس بالحقيقة لأنه خلط دائما حتى عد المتدينين يقصد بها أنه هذا النفس الأمار هو الشيطان الداخلي أو الشخصية الإنسان الحقيقية ولكن ليست شخصية الإنسان بعتبارها نتاج حواس يشترك بها مع الجميع يعني غذاء أو أكل وجينس وما الأكل والشبع والجوع هي مشتركة بين البشر جميعا وبين جميع الكائنات نفس الحاجات ونفس الأشياء فما الذي يختلف الذي يختلف بالشخصية هو أنك تكون لديك أفكارك الخاصة وتكون أقدر على التفكير وعلى الفئل بواسطة ماذا بواسطة أفكارك ومفاهيمك ورعاك الخاصة ونظرتك لهذا العالم واللي تشكل شخصيتك فهذا التفاعل الذي يجعلك أن ترتد أو تعيد المفاهيم الدينية أو النفس التي الكلية أو الدين أو القطيع أو الموروث المعرف القطيع عندما ينعكس على جسدك بالضرورة تتولد هنا الشخصية وتتولد النفس الجزء من النفس المؤتقد الديني لكن الشخصية دائما يتم حذفها ومحاولة قمحها بحجة أنها تصدر عن حواس لماذا يعني لأنه الجسد القطيع لا يحتاج الجسد يحتاج هذه المنظومة القيم التي يريدها لكنه يريد هذا الجسد لكي يتكاثر ويبقى على قيد الحياة والخلود طبعا أختم وقول أيضا مرة أخرى أنه ليس معنى أن تكون منفردا أو فرديا أو متفردا أنك ستكون شخصا متميزا هذا شيء مختلف تماما شكرا جزيلا وآسف على الإطالة لأن الموضوع عن كلمة ويعني فقط أريد على تعليق لكن الأمر أخذني وكما هي العادة وآسف على هذا الإطالة وأكيد أنا أخطأتي بعض الأشياء وأتمنى أن تصححوا لأنني كنت في معرض ارتجالي وتأتيني الأفكار بشكل يعني يعني بشكل انثيالي وعلى طريقة التداعي الحر كما هي العادة آسف لطالة مرة أخرى ومع السلامة شكرا بألف خير